السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه اجمعين. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? فيديو جديد واصفة جديدة. هنعمل فيها واجبت غدا كده خفيفة وجميلة. هنعمل الكوسة النايف نايفة بس بطريقة مميزة. وهنعمل كمان لسان العصفور والسلطة الخضرة واي نوع صلطة انت بتحبيه. وهنعمل الرز الابيض وممكن تعملي الرز بالشعرية. لو اول مرة تشوفوا قناتي فلا وليس امرا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا الجرس والدوسوا الكل. لو حابيني وصلوكو اشعار بصفاتي الجديدة. وما تنسوش اللايك والشير يلا بنا نسمي الله ونسالي على الرسول ونشوف المادير ونخش على التحضير. اول حاجة بجيب بقول عندي فضية وبصلايا مبشورة. ممكن بصلا تكوني مقطعاها ومكعبات زغيرة. انا هنا بشرطها. وبنزل بمعلقة زغيرة من التوم ومعايا ملح وفلفل اسود وهدعك البصلة كويس جدا. كل ما بتدعاكي فيها كل ما هتشمي ريحة البصلة طالعة في منتهى الجمال. بيكون عندي الفرخة متقطعة او سليمة. بنقاح قابليها بليلة او اكتر حاجة. يعني اقل حاجة ممكن ساعة. يعني يا ساعة ساعتين. ولو قابليها الليلة بتبقى جميلة جدا بنقاحة في ميا وسكر وملح وعصير اللمونة. وبسيبها ليلة كاملة. تيجي تاني يوم بتلاقي الميا لونها واردي. كده خلاص انا اتأكدت بان كل الزفارة اللي في الفرخة نزلت في المياه. باشطفها وبامسك اشر اللمونة وافضل ادعك الفرخة بيها وشمي احلى ريحة. وبعد كده باشطفها وبتبقى زي ما انتم شايفين قدامكم زي الفلة هي. وبكون جابة بمنادير المطبخ وبنشفها كويس جدا. علشان تقبل مني التدبيلة. كل ما اتنشف الفرخة كويس كل ما بتاخد منك التدبيلة اكتر. انا فصلت الجلد عن اللحم كده من فوق من عند السد وحشية البصل اللي انا دعكاة بالملح والفلفل والتوم. كده زي ما حضراتكم شايفين. وباقي التدبيلة بحطها جوه قلب الفرخة من جوه. بتطلع طعمها في منتقى الجمال غير لما باخد الفرخة بسلقها على طول. البصل اللي بين الجلد واللحم بيطعم لي لحم الفرخة بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى طعمه مميز جدا. هكتف بقى الفرخة كده. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. مية مغلية على النار كده زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بقى بالبوكي جارنيه. عبارة عن بصل وطماطم وجذر. ومعايا ورق لورة. واتنين من القرن في الاول المسمار وثلاث حبات من الحبهان. بعد كده اخد الفرخة بتاحت وهنزل بيها في المية كده زي ما حضراتكم شايفين. فرخة زي الفل. واسبها. اول غلوة تاني غلوة بحط الملح على طول. انا بحب بحط الملح في الفرخ من الاول. عشان تطلع اللحمة بتاحتها متطعم بالملح. مزاي اللحمة. اللحمة بحط الملح بعد ما بتستوي. نيجي بقى للكوسة. الكوسة انا بحب بنائي قوي الحجم ده. في الخضار بالزيت. لانك لو جبتها الكوسة اللي هي الكبيرة. مع مع السيوة في الصلصة. القلب بتاع الكوسة بيقع. فتحس ان الكوسة شكلها مش ظريف ويعني مش حلو. لكن الحجم ده لحد لما بتستوي خالص بتبقى يعني الكوسة محتفزة كده بالسمك بتاعها. بصوا زي ما اوريتكم دلوقتي. هو ده السمك اللي انا عايزاه. وده حجم الكوسة اللي انا عايزاه. معايا بصلة كبيرة متقطعة مكعبات. ثم فروم ومعايا قطعة من اللية وطماطم معصورة في الخلاط. وملح وفلفل اسود وكمون. طبعا كوسة يعني كمون. حل على النار بحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي. ومعلقة من الزيت. معلقة صغيرة من الزيت بس كده. عشان تدي لمعة للكسح حلوة او للطماطم. المفروض هنا انزل باللية. انا نسيت احط اللية فحطيت البصل الاول. ما فيهاش اي مشكلة برضو. هفضل اقلب بقى في البصل كده لحد ما يتبل معي. انا مش عايزاه ياخد لون. لما يكون البصل كده يعني بيتبل معايا ما اخدش لون بيدي تسكيرها للخضار حلوة قوي. هنا خلاص البصلة كده اتبلت معايا. نشوف هنعمل ايه تاني. التلات فصوص طوم دول انا كنت احطاهم في الوصف علشان احطهم مع الفرخة. وهي بتسلق. فانا دلوقتي حطيتهم خلاص مع الفرخة لاني نسيت احطهم في الفرخة. تمام. هقلب بقى البصلة كده. وهجيب اللية لانا مقطعهم كعبات زغيرة. اللية دي اختياري بس مش قادرة اقول لكم بتدي ريحة للكوسة عاملة ازاي. قدي اللية لانا مقطعها بس زغيرة. هتقلب بها كويس قوي. هي لو تحطت مع السمنة والزيت في الاول برضو. هي هي مفاش مشكلة. قلبت فيها لحد لما اللية بقت يعني السالت خالص مع البصلة. بحط معلقة زغيرة من التوم. التوم هاخده على تلات مراحل وهنشوفها دلوقتي دي اول مرحلة. هقلبه كده مع البصل. طبعا حطيت التوم لازم احط كزبارة ناشفة او جفة. اهي معلقة زغيرة من الكزبارة. وقلبها بالبصل والتوم كده حلوة قوي. مش قادرة اقول لكم بقى الريحة كتطالع عاملة ازاي في ومنتهى الجميل. ما شاء الله. ادي الكوسة بتاعتنا. بصوا بقى الحجم بتاعها جميل جدا وهتشوفها بعد ما تستوي هتبقى عاملة ازاي? هنزب الكوسة كلها كده. واقلب حلو. الكوسة بالبصل بالتوم. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعملها النهاردة بطريقة مميزة. هتاكلي احلى طبق كوسة ممكن تاكلي. هنا حطيت معلقة من بودرة الماجي. ده برضو اختيار مش حابة تحطي ماجي ما فيهاش مشكلة ومعلقتين من الصلصة. اهي. وهقلب بقى المكونات مع بعضها. قلب بها كويس قوي. بتحس كده وانتش بتقلبي ان الكوسة كده متماسكة. مش هتستوي مش هتتهري منك اصلا. لان اهم حاجة في التقديم برضو المنظر بيفتح النفس او ما يفتحش النفس. تمام? هنا هنزل بقى بالطماطم اللي انا عصرها وممكن تصفيها وممكن ما تصفهاش. ده حسب ما انت عايزة. طبعا فيه كتير بيقولولك لا الكوسة بتاعت الخضار لازم تبقى الكوسة الكبيرة. اه انا جربت دي وجربت دي فاجربوا الزغيرة دي بقى وادعولي. هحط لي كده فلفل اسود. كمون. طبعا كوسة يعني كمون. ودي الملح بتاعي حسب كمية الكوسة اللي عندك. معلقة صغيرة من السكر او نص معلقة من السكر علشان الحمودة بتاعت الطماطم او السلسة. ودي تاني ايه دي تاني خطوة للطوم. اول حاجة خدت معلقة صغيرة من الطوم مع البصل وبعد كده باخد حتة من الطوم كده او معلقة صغيرة من الطوم على الطماطم كده بنسميها طومانية. يعني ما اتحمرتش مع البصلة. يبقى كده استعملنا الطوم مرتين وفاضل الخطوة التالتة هنشوف هنعمل بها ايه? هنا هنعمل مع بعض الرز الابيض او لو حباب الشعرية مفاش مشكلة بنزل بمعلقة من السمنة البلدي كده وعليها معلقة من الزيت. وهنا الازازة بتاعت الزيت يا جماعة لازم تحطه عند الرقبة كده منديل بتطبقيه بتاع المطبق بتطبقيه وبتقسمي بالمقص دايرة كده بتلبسيه للازازة. طول ما انت بتستعمل الزيت وترجعي الازازة اي نقطة الزيت بتنزل على المنديل ما تنزلش على الازازة وتخلي شكلها مش حلوة وبتتعبنا كمان في التنظيف. كل مسلا كم مرة كده بغير المنديل واحط منديل غيره. تمام? انا نزلت كده بالرز المصري اللي انا غسلاه ومش نقعاه. غسلاهم صفية. قلبتو حلوة قوي مع السمنة والزيت وبعد كده بحط الملح حسب كمية الرز. وهقلب كده كويس. وهحط رشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود في الرز الابيض بيدي له طعم وريحة حلوة قوي. اهي. يعني رشة فلفل الاسود بسيطة قوي. قلبتها كويس وبعد كده نزلت بقى بمقدار المية بتاعي حسب الرز بغطي بها الرز كده. وما تنسوش حوالي ربع معلقة زغيرة من الخل. اهي زي ما هتشوفوا دلوقتي هنا. بس كده. بتدي الرز لون ابيض حلو جدا. هقلب بقى كويس قوي وهسيبه اول ما يتشرب هوطي عليه وسيبه لما يستوي. يبقى احنا عندنا كده الفرخة بتستوي. معنا الكوسة على النار برضو. ودي الرز هنسيبه لما يتشرب هوطي عليه. ويلا بينا بقى نشوف الفرخة بعد ما استوت. طلعناها من الشربة بتاعتها وجبنا صلصة دي صلصة الطماطم مش الصلصة المعلبة انا بفضل صلصة الطماطم. وحطيت عليها زعتر وحطيت عليها ملح وفلفل اسود. هادن بقى الفرخة بتاعتي كده وهجيب البخاخة بتاعت الزيت وهرشها رشة كده ودخلها تحت الشواية. اول ما تاخد اللون بقلبها على الناحية التانية اللي هو ضهر الفرخة. وبعمل نفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. برضو بحط عليها الصلصة اللي عليها الزعتر والملح والفلفل الاسود. وبقرشة الزيت. معندي كيش البخاخة بتاعت الزيت. هتدهني بالفرشة برضو زيت على الفرخة. لان طول ما انت حطها الزيت بتحمر معاكي بسهولة. ما تاخدش وقت في الفرن وتنشف معاكي الفرخة. هنا بقى بجيب طوصة بحط فيها معلاء السمنة. وبنزل بالطومة اللي عندي اللي هي الخطوة التالتة. يبقى انا كده استعملت الثوم تلات مرات. دي المرة التالتة. بنزل بها على السمنة كده ويفضل سمنة بلدي طبعا. هقلب الثوم كده لحد ما ياخد معايا لون. كده خد معايا اللون خلاص هنزل بقى بربع معلقة من الكزبورة ما تقطريش عشان ما تدكيش مرارة او ما تمررش معاكي. عندي الكوسة طبعا استويت. الرز خلاص استوى. وعملنا لسان العصفور. طبعا ماردش عاملها عشان ما يطورش الفيديو. هجيب بقى الكوسة كده خلاص استويت خلاص قبل ما اطفع عليها. بروح نزلة بالطشة دي طبطشة في الكوسة. جربيها بقى ودعيلي. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة زي وطعم الكوسة في منتهى الجمال. اللي ما بيحبش ياكله الكوسة. هيعملها بالطريقة دي. هيكلها وهيعملها على طول. ما شاء الله. خلاص كده بقى انا هغطي عليها وهطفي النار. ويلا بينا نشوف تقديم الطبق بتاعنا. ما شاء الله لا قوات الا بالله. بصوا الفرخة بعد ما اطلعت من تحت الشواية على بتاع الناحية التانية. وخدت لوم برضو. في منتهى الجمال. حطيتها في السيرفيز بتاعي. وحطيت عليها البقدونس. وده الكوسة بتاعتنا ما شاء الله لا قوات الا بالله. ولسان العصفور. والسلطة الخضرة بتاعتنا الجميلة. او اي مخلل تحبيه. ومعنا الرز الابيض. طالع ابيض في منتهى الجمال وطعم وطحفة. اتمنى ان انتم تجربوا الوصفة دي. هتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش. لايك وشيرو. سبسكراب للقناة على اليوتيوب. وتفعلوا الجرس عشان وصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.